هنا عندما يكون هناك توقع بأن يكون هناك مشكلة والاضطراب هذا موجود لدى أي شخص التوجه عادة إلى المستشفيات المرجعية هو أفضل ما يكون وهو فريق عبارة عن فريق متعدد التخصصات يباشر مراجعة هذا الاضطراب بسماته المعروفة طبعا لماذا نقول المستشفيات المرجعية هي الأفضل لوجود فريق متعدد أيضا تخصصات لتعدد التدخلات العلاجية المناسبة له الذي دائما يقلق هو أن الإنسان يطلق على نفسه هذا الاضطراب أو الاعتقاد بأن لديه هذا الاضطراب فالتأكيد يجب أن يكون دائما على السواء السواء أن كل إنسان قد يكون لديه كل طفل قد يكون لديه نشاط إلى مستوى الطبيعي وكل أيضا طفل قد يكون إليه والنبالغ يكون لديه التشتت إلى درجة معينة الذي يحدد درجة أنها اندفاعية أو تشتت أو اضطراب هو فريق علاج متعدد تخصصات من الطبيب من الأخصائي النفسيين من طب الأسرة من طب السلوك أيضا فمجموعة فريق متكامل يسمى الفريق المرجعي فهو ما يصبه إذا لم يتوفر هذا الفريق المرجعي ينصح أيضا بالرجوع إلى الجمعيات المتوفرة في المنطقة التي يوجد فيها الشخص الخيار الأخير قد يكون هو الطبيب الموجود في الرعايات الخاصة أو في البرايفت ترجمة نانسي قنقر